السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات نرحب بكم في إحاطة جديدة معكم دكتورة آمنة الضحاك الشامسي المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات ونوافيكم اليوم بتطورات الأوضاع الصحية في الدولة وكافة المستجدات المتعلقة بالإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات أزمة وباء كورونا المستجد كوفيد-19 في الدولة جمهورنا الكريم تستمر الجهات الصحية في الدولة في زيادة وتوسيع دائرة فحوصات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 لتشمل فئات متعددة من خلال 14 مركزاً للفحص على مستوى الدولة وفي كافة الإمارات تستخدم فيها أحدث التقنيات وأكثرها سرعة ودقة واليوم نفذت هذه المراكز 29,984 فحصاً إضافياً كشفت من خلالها عن 490 حالة إصابة جديدة تم عزلها وتتلقى حالياً العلاج وبذلك يصبح إجمالي حالات الإصابة في الدولة 10,839 حالة نعلن اليوم أن حالات الشفاء والحمد لله وصلت إلى 2,290 حالة حيث تماثل اليوم للشفاء 112 مصاباً جديداً عادوا إلى ممارسة حياتهم الطبيعية والحمد لله ويصبح بذلك عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 والتي ما زالت تتلقى العلاج 8,667 حالة نتمنى الشفاء العاجل لهم جميعاً بإذن الله يؤسفنا اليوم الإعلان عن وفاة ستة أشخاص من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وجاءت الوفاة نتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة نتقدم بخالص المواساة لأسرهم وأحبائهم وبذلك يصل إجمال الوفيات إلى 82 شخصاً في الدولة الإخوة والأخوات تحرص كافة الجهات المعنية بأزمة فيروس كورونا المستجد وبتوجيهات من قيادات الدولة على متابعة نفض الجمهور وعلى متابعة كل ما يتعلق بالمواطنين والمقيمين والتفاعل مع أسئلتهم واستفساراتهم وتوفير الإجابات والمعلومات الكافية والشافية لهم ليقوم كل منا بدوره ومسؤوليته تجاه أسرنا وأعمالنا ووطننا ونحن في شهر العطاء والكرم شهر رمضان المبارك والذي يأتي هذا العام في ظروف استثنائية يتساءل الكثيرون من جمهورنا الكريم عن إجراءات الرقابة على سلامة الطعام في كل مراحله من الإنتاج إلى التداول ولماذا لا ينصح بتبادل الطعام بين الأسر كما تعودنا في حين يسمح بطلب الوجبات من المطاعم ونود أن نطمئن جمهورنا الكريم أن كافة منشآت تصنيع وتداول الطعام من مطاعم ومخابز وغيرها تخضع إلى نظام رقابة حكومي على سلامة الأغذية يلزمها بوجود مشرف صحي معتمد كما يلزم هذه المنشآت بحصول العاملين بها على شهادات التدريب المعتمدة من قبل إدارات سلامة الغذاء في بلديات الدولة وأهمها شهادة هاسب Hazard Analysis and Critical Control Points والتي تضمن سلامة وصحة صناعة الغذاء وخلوه تماما من الملوثات بكافة أنواعها مثل هذه الأنظمة الرقابية على صحة وسلامة الغذاء لا تمتد بطبيعة الحال إلى الوجبات التي نقوم بطهيها في المنزل وفي مثل هذه الظروف الصحية الاستثنائية لا ينصح بتبادل الوجبات بين الأسر في البيوت المختلفة حرصا على سلامة وصحة الجميع وتجنب انتقال العدوى من خلال الأدوات والأواني المستخدمة كذلك لا يسمح بتوزيع الوجبات التي يتم طهيها في المنازل على الأفراد في المجتمع بعيدا عن نظام الرقابة على سلامة الطعام والتواصل عوضا عن ذلك مع الجمعيات الخيرية المنتشرة في كافة أنحاء الدولة والتي تتولى بشكل آمن طهي وتوزيع الطعام للمئات خلال شهر رمضان الكريم وعلينا جمهورنا الكريم أن نغير اليوم من بعض العادات وأن نلتزم جميعا بهذه الإرشادات حفاظا على صحتنا وسلامة المجتمع الإخوة والأخوات الإمارات أمة التسامح والإخاء والعطاء على أرضها يعيش أكثر من مئتي جنسية من كافة أنحاء العالم هي أرض الفرص والعمل والنماء للجميع يجمعنا مواطنون ومقيمون أصحاب أعمال وعمال السلام والتكاتف في أوقات الازدهار كما هو في أوقات الأزمات واليوم ونحن نرى أن شريحة كبيرة من العمالة قد تأثرت حياتهم بالإجراءات الاحترازية حرصت عشرات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بتوجيهات من قياداتنا وإيمانا بأنهم شركاؤنا في التنمية على التخفيف عنهم وتقديم كل سبل الدعم المادي والرعاية لهم أطلقت الجهات الحكومية المعنية بالعمالة في دولة الإمارات حملات توعوية تضمنت محاضرات وورش حول الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد والتعريف بطرق الانتقال العدوى وكيفية حماية أنفسهم وغيرهم من الإرشادات الصحية الأخرى مع مراعاة إيصال المعلومات إلى أكبر عدد منهم بلغاتهم المختلفة كذلك تم توزيع نشارات توعوية على العمالة وعرض أفلام تثقيفية بعدة لغات عن كيفية الالتزام بالإجراءات الصحية وبقواعد الصحة العامة والتأكيد على أهمية النظافة والتعقيم وكما اقتضت الإجراءات الاحترازية والوقائية تقييد تنقلات بعض العمال وتكاتفت جهود الجهات الحكومية والخيرية لتوفير متطلبات الحياة الصحية والمتطلبات الحياتية المختلفة لهم في أماكن سكنهم ومنها توزيع مئات المعاقمات والكمامات على العمال إضافة إلى توزيع مواد تموينية وحقائب غذائية متكاملة ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله وسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة المكتوم رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام حفظه الله بتنفيذ حملة عشر ملايين وجبة لتصل إلى الأفراد المحتاجين من العمالة وغيرهم من الفئات المتأثرة في مختلف أنحاء الدولة أيضا حرصت الجهات المعنية بالعمالة على تنفيذ زيارات تفتيشية لمجمعات العمال السكنية والتأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل هذه المجمعات ونظافة وتعقيم أماكن الطبخ وقاعات تناول الطعام وامتدت الزيارات التفتيشية إلى زيارة المحلات التي يرتادها العمال والعيادات والحافلات المستخدمة في نقلهم إلى مواقع العمل جمهورنا الكريم نود أن نؤكد على حرص حكومة دولة الإمارات على حماية الحقوق الصحية للعمال من خلال توفير الفحوصات والعلاجات والخدمات الصحية الأساسية لهم وإلزام الشركات وأصحاب الأعمال بتوفير تأمين صحي لهم يغطي تكاليف التشخيص والعلاج في كافة الأوقات وكذلك تتكفل حكومة دولة الإمارات بكافة تكاليف التشخيص والعلاج للعمال المصابين بفيروس كورونا المستجد كما أعلن الهلال الأحمر الإماراتي تكفله التام بالمصابين بالفيروس وأسرهم وكذلك أسر المتوفين بسبب المرض وتعد دولة الإمارات من أولى الدول العربية التي سارعت بتطبيق مجموعة من الإجراءات التنظيمية للعلاقة بين أصحاب الأعمال والعاملين لصون حقوق الطرفين في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتلزم قوانين دولة الإمارات أصحاب الأعمال بدفع مكافأة نهاية الخدمة وتذكرة العودة للعاملين الذين يتم إنهاء عملهم وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مبادرة الإجازة المبكرة مع توفير تذاكر السفر من وإلى الدولة للعودة بعد انتهاء أزمة كورونا بإذن الله ووفرت الدولة تسهيلات السفر للعاملين الراغبين في العودة إلى بلادهم الإخوة والأخوات معنا في إحاطة اليوم العميد الدكتور علي سنجل المستشار الصحي للقيادة العامة لشرطة دبي سيحدثنا عن بعض النصائح للأفراد لحياة صحية بإذن الله تفضل دكتور شكرا جزيلا دكتورة أعزائي الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى ودراسة المناطق الزرقاء أثبتت أن اللي يعيش حياة صحية ممكن يتجنب المرض لعمر متقدم جدا ويحمي نفسه حتى من العدوى ومثل ما شفنا حتى مع كورونا كثير من كبار السن الأصحاء يتغلبوا على الفيروس دون عناء الوزن الزائد يعرض الإنسان إلى أمراض مستقبلية ممكن هو في غنى عنها ولاحظنا في زمننا أن الأطفال يعانون من السمنة بسبب الأكل الزائد وقلة الحركة وإذا ما انتبهنا على ممارساتهم الحالية وعودناهم على الحركة والأكل الصحي ممكن يتعرضون لأمراض مزمنة مثل السكر وغيرة على سبيل المثال من يعانون من السمنة والأمراض المزمنة أكثر عرضة لتدهور الصحة في حال الإصابة في كورونا في حين أن من يمارسون نمط حياة صحي أكثر مناعة وسرعة في التعافي تقريباً أربعة من كل ألف شخص يمارس أسلوب صحي يعاني بسبب الكورونا وكذلك كل حالات الوفيات ممن يعانون من أمراض مزمنة مرتبطة بأسلوب الحياة الغير صحي التدخين طبعاً مضر جداً للصحة وخاصة للجهاز التنفسي ولاحظنا أن الشباب مركزين على المداويخ بشكل مفرط وأحياناً الضغوطات النفسية تجعل الشخص يزيد في التدخين وممكن حتى أمام أهله ويعرضهم للتدخين السلبي آثار التدخين مضرة على صحة الفرد ومستقبله وفي زمن كورونا معظم الحالات التي تعرضت للمضاعفات كانوا من المدخنين ننصحك بالامتناع ندري ليس بسهل لكن أنوي وحاول الضغط النفسي والخوف والوسواس والهلع يؤثر على جسد الإنسان ويخليه يعاني من أعراض مثل الصداع وضربات القلب المستمرة وضيق في النفس الحذر مطلوب لكن الخوف مرفوض مع الخوف جهاز المناعة يضعف ومع الحذر والحكمة وراحة البال تقوى المناعة وبتواجه أي عدوى بقوة مع كورونا نحن محتاجين مناعة قوية وبالفعل أغلب الحالات اللي مناعتهم كانت قوية ما أصيبوا بأي عرض ومر الفيروس في جسمهم مرور الكرام الأكل الصحي المتزن والمعتمد على الألياف مثل الخضروات والفواكه والبذور والابتعاد عن السكريات والدهون بشكل كبير يقوي الجسم ويجعله ينمو نمو صحي بعيد عن الأمراض وفي زمن الجائحة نحاول بقدر المستطاع ناكل باعتدال لأن الأكل المفرط ممكن يؤثر سلباً على الجهاز الهضمي والجسم ككل ممارسة الرياضة في حياة الإنسان مطلوبة وكل إنسان طاقته تختلف عن الآخر وله رياضته اللي تناسبه والرياضة الصحيحة بتقوي الجسم وتعزز الدورة الدموية والمناعة والرياضي جسم يقاوم العدوى فعليك بممارسة الرياضة حاسب إذا كنت مبتدئ اسأل المختصين قبل الخوض في الرياضة وقاية من الوقوع في الإصابات الغضب والزعل الشديد والهم كل الأمور النفسية السلبية تضر العقل والقلب وتأرق الجسد وتترك آثار سلبية بسبب الإفرازات الهرمونية السلبية في الجسد وسرعة التنفس وكل من يعاني من توتر مستمر في حياته يتعرض لعدوى مستمرة لأنه جهاز مناعة ضعيف الإنسان المفروض يتوكر على الله ويترك الغضب وكورونا تخاف من الجسم القوي النوم مهم في حياة الإنسان لا بد من كل واحد أن يحصل على عدد كافي من الساعات وما يأرق نفسه السهر عدو الجسم ويجعل الإنسان يفقد تركيزه وبالتالي يضعف الجسم والمناعة ويعرض الإنسان لأي عدوى تضرب الجسم ومع كورونا النوم الكافي ضروري المجتمع ككله دور كبير في ضمان منظومة الصحة في أي بلاد في زمن كورونا كان مطلب رئيسي من الأفراد الالتزام بالتعليمات من أجل سلامة الجميع الصحة منظومة متكاملة بين مقدم الخدمة ومتلقيها والوعي مطلوب وعلى المجتمع الارتقاء بالوعي الصحي نحن في زمن كورونا محتاجين كأسرة نقعد مع بعض ونعيد حساباتنا وأولوياتنا لمستقبل أمامنا وبلادنا بحاجة إلنا ونحن لابد أن نخدم هذا الوطن الغالي اللي ما قصر معانا شكرا لكم جمهورنا الكريم نذكركم أن التزامكم بحماية صحتكم وصحة أحبائكم وجميع من حولكم أمانة ومسؤولية أنتم أهل لها بوعيكم واتباعكم للإرشادات والإجراءات الصحية سنتجاوز هذه الأزمة معا بإذن الله فالجميع مسؤول عن الجميع نترككم في رعاية الله وحفظه ودمتم في بيوتكم آمنين